حس اني في كابوس مش جادرة صحة مني حاجة رهيبة بتشدني من الجرمدرة وبترميني من فوق جبل عالي ده كلام يقوله عريض جديد يا انت كنت زي البدر مبارح وانت بتلبس عروستك شبكتي ما كنتش حاسس بحاجة يا بتير كنت زي القراجوز اللي بيحركوه في الموالد وبينطجوه على لسانه كلام ما بيقولوش تصدق ان انا لحد دلوك معرفش ماريام دي شكلها ايه احلى بيت في الصعيد كله ولا اللي بنشوفهم في التلفازيون تا محظوظ يا بو عمو طول عمرك الحريم الشداد بس هما اللي بيقع في جرعتك هتقول لي ايه يا بدير جصد يعني انك لازم تعرفها وتقبلها ده نصيبك ولازم ترضى بيها شفيك انت مش جادر تحس بالعذاب اللي انا فيه ولا ما بيفرجنيش لحظة واحدة والله يحاسس بيك انا بس عايزك ما تعانيتش يا بوك اصبر وانا عملت كل اللي قلت لي عليه معصطلوش امر واحد وانت لحد دلوك مش جادر تعرف لي عنها اي اخبار اطمن يا شفيك مارتك بخير وبتتعامل احسن معاملة اطمن كيف يا بدير جول اللي عرفته الله يرضى عليك هو مش ناوي ازيه وانا اتحددت معاه من بعيد لبعيد وعرفت انه راضي عنك يا عم وهو هيحل المسألة دي من غير ما يزعلك دي كانت جرسة ود بس يا شفيك جرسة ود تدس عليها بكل جوته لحد ما فرمها وهي حول الله ما تستحملش انا بس عايز اعرف كيف عايش وفين قلنا ايه قلنا ايه يا شفيك فلاش نتهور عشان نعرف نطلق البناية من تحت درسك من غير ما يمسها سوء ايه رأيك انك كنت اجمل واحدة في الخطوبة مبارح ما تهمل الكتاب ده وتجي نطلعه نطلعه نروحوا المكان اللي تحبين او حتى نتمشوا في جننت السرايا نشموا هوى اقولك خشي السبحي وعطري روحك حاكي ما انا عرفاكي تموتي في الريحة والكلونيات شوف انا جبتلك ايه شم دي وقللي ايه رأيك حاكي ما انا عارفة ان لكي زوج خاص في الريح اقولك يا فاطنة ايه رأيك نروح لكسور ننجوا الحاجات اللي تعجبنا صباح الخير يا بنات صباح الخير يا بوي بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله الواحد لما بيشوفه الشفاطنة الصبح بيحس ان اموره كلها هتتساه ايه لا ولسه لما تتعطر بالريحة هتنوري السرايا كلها خشي يا فاطنة تسبحي وانا هستناك يلا يا حبيبتي يلا كيفك يا بوي مراو عليك يا نية انا بتطمن عليها يا بيتي وانت معاها انت انت تتعاملي معاها تمام كيف مجال الدكتور انا بس نفسي تتجاوب معايا قديلي ساعة بحدتها منطقتش فيها بكلمة واحدة كلنا يا بيتي لازم نصبر عليها تي اوامر الدكتور الحمد لله هي احسن من اول بكتير اه خلي بالك منها انا امكن بتشغل عنها الظروف يا بيتي اللي وبين دول مش تمام ها؟ حاضر يا بوي خلي بالك يلا السلام عليكم انتو فين دلوق مراو عليك معايزينش منكم اكتر من كده ما تتأخروش مع السلام مرايك يا بدير يا بوي انا مجددش يصدق الحكاية دي ليه موضوع ما يدخلش لموخ ابدا هاي حاصنت يا بدير والحمد لله من الصلاح كان في المستشفى عشان نبهنا للجدع دي حتى لو مكنتش موجود يا عمي الدكتور روش دي والدة عمي ما كانش هيعد الحكاية دي كان هيبلغني على طول بالكلام اللي بيقولوا الجدع دي من ورايك الشفيق الشفيق بصراحة أنا مش جادر أفهم حاجة من اللي بتقولوه ما جادريني اشتفهموا كيف في خطر بيجرب منينا والخطر ده قصدنا بس صلاح بيقولوا انه ممكن يكون بيخرف بسبب حكاية دماغه المخربة دي متعودنا نشك في أجرب الناس لينا مش حال ازا كان الحديث علينا ولا انت ما يهمكش سلامة أبوك دي كلام تقولو برضو يا بوي يونجا اسمعوني زين كل واحد فيكم هيتعامل مع الموضوع بطريقة غير التاني عشان نجيب جراره في أسرع وقت مفهوم؟ ايه رأيك نروح ونزور بتسام الهواري تتوحشت الكتير جبلتها جرية فلوكس وجلتلي انها ممكن تجمع أصحابنا بتوعي المدرسة السنوة ونروحوا نجد يوم عنديهم في البيت ابتسام؟ ايوه انت كنت بتحبيها جوه مو بتفرجها شابة ده ولا اقول لك نجيبها تجد يوم عندينا هنا اللي تشوفيها طيب اهملك دجاجة واطلع شوفي الولاد احسن زمانهم دي الوقت متنينين امي احسن زمانه احسن زمانه احسن زمانه الحمد لله خدت كفايتي بالنور ارحم صحتك انت ما بقيتش صغير وجدتك محتاجة راحة انا اسياولية ملكيش صالح بيا انا عارفة اهل اللي شاغل راسك خايف لحسن البيه ما يبيتش وشك جدام العيلة الكبيرة اللي خليته يناسبها وانا بقول لك رجع روحك قبل الحكاية ما تبقى رسمي ويعمل عاملة تانية من عميله يجيب وشك في الارض يكفي لخشمك عالصبح ده احنا لسه مفتحين عينينا قلت لك ميت مرة شيني شافيت من راسك انا غلطانا اللي بفكر في اللي مزعلك خليك خطط ورتب لمستقبله وهو ولا دريان بيك ولا بحرجة جلبك عليه يا بوي لو لو لعندي مشاكل كتير ولازم لابقى في السراية كنت هملتكم كلكم وروحت المكان بعيد لحالي ها عشان ارتاح منكم انا داخل السبح كده بعد ما كنت بتاخد مشورتي في كل صغيرة وكبيرة دلوك مش طايق تسمع مني كلمة ومالو خليك على راحتك وانت لو بتختار الوقت اللي تتحدث فيه كنت اسمعك بعد كده حبك اخد الاذن قبل مفتح خشمي وبعدين قولي مين الغريب اللي جهي السراية مبارح وقاعد في المضيفة دي ده واحد قريبني يا ستي لو مصلحة عندينا هيقضي عندينا كم يوم ما تشغليش راسك بي في اي سؤالات تاني؟ لو عد لازم يعرف حدوده ويعرف ان اللعبة معانا اخرت وخسارة انا مفهمش قصده عايز يوصل لإيه من اللي بيعمل ده قصد واضح يا حضرت الزابد احنا لازم ما نستناش عليه اكتر من كده البيه حاط البيدير في راسه وده حيعمل مشاكل كتير وجنابك شايف فيه يا كبير ايوه لازم تحركاته وكل اللي شاغل باله يكون عندك علم بيه ده زميلة راجل محتاج وقفتك معاه مفهوم مفهوم هيحصل ان شاء الله صلاح وعمرك كبير الحمد لله مرضي عدت على خير بعد كده محدش عارف ايه اللي ممكن يحصل